أعوذ بالله سمي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وهو أصدق لقائلين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني والصلاة على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صاحب المعالي وزير الداخلية والوفد المرافق لمعاليكم من الوزراء والنواب والمسؤولين الممثلين لفخامة رئيس الجمهورية ماكسل معالي دكتور أحمد عاطف رئيس 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 القسم المكتبات والأنشطة الثقافية بالمغرب العربية الشقيق أصحاب سعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المحترمين الأماجد حضر ممثل طرق صوفية والجمعيات الإسلامية في السنغال السادة الأكارم من الأئمة والعلماء والمقدمين ورؤساء اتحادات للدوائر الحضور الكريم من الأحزاب سياسية والقطاعات والشركات باسم سماحة الخليفة العام لطريقة التجانية الشيء أحمد التجاني المكتوم وكافة أفراد الأسرة المالكية نقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن أولا بعون الله نلتقي بحضراتكم مرة أخرى في رحاب هذه الحضرة المالكية التي أسست على علم وتقوى من الله للاحتفال بذكرى مولد النور القدوة المثالية والأسوة الحسنة للمسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير حامل أعظمي وأهدى المبادئ والقيم والمثل للإنسانية جمعا والحقيقة التي لا يمارى فيها المخلصون هي أن الاحتفال بذكرى مولد هذا النبي الكريم عليه وعلى آله صلوات الرحمن الرحيم احتفال بالسلام والأمن والاستقرار وسائر القيم التي أرصد مبادئها سيرته العطرة في ربع العالم كله كي تتحسن حالات المجتمع البشري في جميع النواهي الحياة وخاصة في هذا الحين من الدهر الذي يعاني فيه العالم من اضطرابات ومشكلات وانحرافات أدت بعواقبها الوخيمة إلى الشقاق والسراع والقتال وإذا تبادل أسابع الاتهامات من كل مكان فيتهم الغرب الشرق بالرجعية والإرهاب والشرق يتهمه بالاستبداد والإنحلال والإسلام بشموجية الرسالة الخالدة يمثل الأوحر والأمسل لكل هذه المشاكل التي تقض مضاجع الأفراد والمجتمعات لأنه لأنه دين يدعو إلى حرية تفكير وحرية تعبير في حدود احترام المبادئ والقيم الإنسانية بحيث يصدق المرء مع ربه ومع نفسه ومع الناس حتى يصدر الإيمان عن اقتناع قلبي راسخ والعمل عن تفكير وتدبير ويكون الرأي وسيلة إسلاح وهداية وخير ليتكون في نهاية المطاف مشمع يمتاز أفراده بقوة العقيدة والعزيمة وسرق القول وإخلاص العمل ومراقبة الله في الشر والعالية ابتغاء رضاه في كل حال عملا بقوله صلى الله عليه وسلم اتقل لها حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ومن هنا انتهازا لفرصة هذه المناسبة السعيدة ندعو إلى نبذة أنشمات المشتمع الإنساني المثالي الرباني التماسك الذي أقامه وأرسى قواعده ساحب هذه الذكرى على أساس قويم من الاهتمام بالقيم الأخلاقية والتقدير للمعاني الروحية العودة إلى تربية الدينية الصحيحة من أجل ترسيخ القيم الأخلاقية في القلوب تعد رأس القائمة الأولويات السعي إلى تحقيق وحدة حقيقية لا بمجرد نظريات وكلمات للأخوة الإسلامية أولاً ثم الأخوة الإنسانية الكبرى ثانياً تجنيد تجنيد الطاقات وتنصيق الجهود للوقوف ضد القوى الموجات والتيارات والتحديات التي تتسرب شيئاً وشيئ مهدداً بسيط أبناء بلادنا وإيقاعهم في فخ لا يخرج منه إلى من رحم ربه الحفاظ على تراث نفيس الذي ليس لنا بد منه كونه منهج حياة بكامله من العلم من علم ومعارفة وأخلاق وعبادة إيجادة دينية رشدة على أساس من الكتاب والسنة وتصوف السني البعد أنثل السلط والحزيان فالصاحب هذه ذكر الخالدة يقرر وهل يكب الناس في النار إلى حصائد ألسنتهم فالكثير من اليوم يتكلم كثيراً عما يعلم وعما لا يعلم ضارباً بالعمل في أرض الحائط والقاعدة هي التقليل من القول وتكثير من العمل الصالح السعي أفراداً وجماعات إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الرعي والزراعة والصناعة مقاومة البطالة والفساد والإسراف بكافة صوره وأشكاله وأخيراً تقبلوا أيها سادة تحياتي بقية السلف وعميد الخلف شيء عحمد يانسي أيده الله ونصره وتهانئه الخالص وهو معكم جنباً إلى جنب مشجعاً وقائلاً إلى الأمام حتى يسود السلام والإستقرار والأمان في سائر بلاد العالم وشكراً جزيلاً مجدداً لفخامة رئيس جمهورية السنغال سيد مكسل ساحب هذا الإنجاز التاريخي الأملاق في الحضرة المالكية وشكر الخاص لساحب الجلالة المالك محمد النساد حفظه الله وراعاه وشكرنا موصول لأسحاب السعادة والسفراء ولجميع الوفود ولكل الحضور من المدرسة المالكية الأربعة وكل عام وأنتم بألف ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة وشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة